فقرتنا الأخيرة بتتعلق بلغتنا العربية يمكن أن نقول تعليم اللغة العربية لغير الناطقين باللغة العربية ترى شو ملقصات فيها من هنا الأشخاص الذين يتعلموا كيف يتعلموا هل هي فقط اللغة الفصحى والكتابة أم شو هي الطرق المتبعة ليتعلموا الأجانب اللغة العربية لغتنا وانا سهلة يمكن لها أبدا صعبة ونحن عم نعاني كثير فيها للغة لحتى نتعرف أكثر عن تعليم اللغة العربية وعن هذا الاختصاص وخفايا معنا الدكتورة علاء عيسى عضو هيئة تدريسية بالمعهد العالي للغات سهل صباحك بجميع سهل صباحك أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك دكتور علاء يعني خلينا نحكي ونتعرف شو يعني أنه نحن نعلم لغة أو كيف طريقة تعليم اللغة العربية لناس هنين ما بيعرفوا للغة العربية فهل يعني أنه المدرس أو الدكتور لازم يكون يعرف اللغة مثلا إذا حدا بيحكي إنجليزي لازم يكون يعرف الإنجليزي ليعلم عربي أو فرنسي هلأ بداية بدنا نبدأ بس بتعريف المصطلح للي ما بيعرف تعليم اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى المصطلح يضم كل الدارسين الذين يتعلمون لغة جديدة غير لغتهم الأم فهم يعرفون أو يتكلمون لغات أخرى غير اللغة العربية التي هي الآن اللغة الهدف التي يتعلمونها وهو يقابل المصطلح الأمريكي الذي يطلق على تعليم اللغة الإنجليزية للناطقين بلغات أخرى وطبعا تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى يختلف عن تعليم اللغة لأبنائها فابن اللغة هذه هي لغته الأم هي أول لغة يتلقها من محيطه وهي اللغة التي يستخدمها للتواصل مع هذا المحيط أما الناطق بغير اللغة العربية هي لغة جديدة بالنسبة له جديدة بخصائصها بمفرداتها بتراكيبها بأصواتها يعني هناك كثير من اللغات تختلف حتى في مخارج الحروف توجد حروف في اللغة العربية غير موجودة في لغات أخرى فهناك فرق بين تعليمها لأبنائها وتعليمها للناطقين بلغات أخرى مؤكد أن هناك طرائق وأساليب يتبعها مدرس اللغة العربية مع ناطقين بلغات أخرى تختلف عن تدريس اللغة العربية لأبنائها طبعا القاعدة الأكاديمية التي نؤكد عليها أنه ينبغي تدريس اللغة العربية الفصحة السبب في ذلك أن العامية ستبقى قاسرة أو العامية هي بتاخد عدة لهجات تماما يعني نحن في البلد الواحد لدينا الكثير من اللغات فإذا أردنا تعليم لغة عامية لناطق بغير اللغة العربية فإن أخذنا أي موضوع جزئي مثلا مثلا أسماء الإشارة إن أردت تدريس هذا الموضوع لناطق بغير اللغة العربية كيف ستقدمها؟ يعني في كل محافظة في كل محافظة هناك لهجة نستخدم ألفاظ هي في البلد الواحد نحن ما نعرفها بباقي نحن نتحدث عن لغة عربية في الوطن العربي لدينا لهجات جزائرية لهجات في الخليج العربي لهجات في تونس تختلف نحن في البلد الواحد لدينا لهجات كثيرة فالفصحة هي التي تجمع وهي التي تلبي جميع حاجات المتعلمين ستبقى العامية قاسرة عن تربية حاجاتهم ورغباتهم وهنا تكمن مهمة معلم اللغة العربية طبعا وسألتي أستاذة سؤال مهم هل سأستخدم لغة وسيطة أو ترجم بها لهذا المتعلم أيضا دي نفترض أن لدي مجموعة من المتعلمين من الممكن أن يكون لدي أكثر من جنسية فأنا إذا أردت الترجمة هل سأتحدث أنا كمدرسة لغة عربية هل سأتحدث الإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية يعني ممكن أن نكون على معرفة بلغة أو لغتين لكن ما أنت عفون دكتورة بناء على حديثك معناتها لازم اللي بدو يتعلم يكون خاضع لدورة قبل لقيت دورة تهيئية لحتى يدخل لحتى يتعلم أول مرة بدو يتعلم بالعربي يعني هناك كثير من المتعلمين يقتون ليس لديهم أي معرفة أي معرفة وفورا بتحكيون اللغة العربية الفصحة نعم القاعدة الأكاديمية الصحيحة استخدام اللغة العربية الفصحة لأن اللغات يعني أنا كمدرسة سأكون قاصرة عن معرفة جميع اللغات وترجم ربما لمتعلم لغة إنجليزية وممكن لغة فرنسية لكن إيطالية وروسية وألمانية ما بتواجهه يمكن صعوبات بهذا الموضوع؟ تجربة مرحلة لحتى يتجاوز المتعلم مرحلة أنه فهم لا شيء لفهم القليل من الشيء حقيقة أكيد في الصعوبات لكن تجربة تعلم اللغات هي تجربة واحدة بكل لغات العالم يعني عندما يأتي العربي ليتعلم لغة أجنبية إن كانت إنجليزية أو فرنسية يواجه صعوبات في البداية بمعرفة هذه اللغة بالاعتياد على أصوات اللغة لكن في النهاية ينتقل يعني عندما نبدأ مع المتعلم في المستويات الأولى بتقديم الأحرف عندما نبدأ بالكلمات البسيطة يصبح شيئاً فشيئاً لديه رصيد لغوي نبدأ بالمحادثات البسيطة يعني شيئاً فشيئاً من مستوى لآخر يصبح لديه رصيد لغوي مفردات، تراكيب يعتاد على أصوات اللغة فيجتاز الصعوبات مؤكد هناك صعوبات هناك مشكلات يتعرض لها المتعلم إن كانت كتابية أو نحوية أو صرفية يعني اللغة العربية لغة صعبة ليست سهلة وغنية وقواعدها كثيرة لكن بالتدريج يعني نبدأ معهم بالتدريج من السهل إلى الصعب من البسيط إلى المعقد من المعروف إلى المجهول يعني شيئاً فشيئاً لذلك هناك تأكيد على أهمية إعداد مناهج مبسطة حتى تكون مدروسة يعني على أسس ومعايير صحيحة لتقدم لهؤلاء الدارسين إن كانت المناهج المقدمة أو المؤماد الدراسية مدروسة وصحيحة تخفف أو تقلل من هذه المشكلات التي يتعرض لها الطالب الأجنبي دكتوريا خلينا نحكي بنقطة لكن كنت حضرتك عم تذكري نقطة إنه يتعود على السمع يتعود على السمع فنحنا عم نحكي شيء شفهي تعلم اللغة العربية ولكن كيف نحنا بدنا نعلم الكتابة مازال نحنا كل الوقت عم نكرس يمكن الشيء السماعي السماعي فالكتابة قد بدأ تكون بمراحل متقدمة جداً عملية التدريس أو تقديم اللغة هي عملية متكاملة فيكون التدريس ناجح ينبغي أن تقدم المهارات الأربعة اللي هي القراءة الكتابة المحادثة والاستماع تقدم المهارات الأربعة لكن بالتدريج أيضاً يعني في كل مهارة نبدأ فيها بالتدريج المستوى المبتدئ نبدأ مع الطالب بالأحرف ممكن نبدأ بالكلمات البسيطة مكونة من حرفين أو سلاسة أحرف نبدأ حتى قواعدية من القواعد البسيطة يعني تدريجياً لكن لا نستطيع مثلاً أن نبدأ بمحادثات طويلة أو مفردات صعبة لطالب مستوى المبتدئ لكن مهارات تقدم متكاملة والطالب شيئاً فشيء يصبح لديه رصيد لغوي يصبح قادر وأنا ذكرت أننا نقدم مهارات لكن لم أقل أننا نركز فقط على الاستماع لكن ذكرت الفكرة أننا عندما تحدث اللغة الفصحة يعتاد على أصوات اللغة لكن نحن لا نركز على مهارة دون أخرى التدريس الناجح يجب أن يتم بتقديم المهارات الأربعة الأربعة متكاملة القواعد هل تدرس أيضاً لقواعد اللغة العربية لما تكون بغير اللغة العربية وإنما أنت بتركزوا على موضوع أنه المهم يتعلم فكرة اللغة بداية القواعد صبعاً تقدم لكن المدرس هو الذي يقرر الموضوعات المناسبة للمستوى الذي يقدم فيه هذه القواعد مثلاً هناك قواعد تقدم للمستوى المبتدئ تختلف عن قواعد التي تقدم للمستوى المتوسط وتختلف أيضاً عن القواعد التي تقدم للمستوى المتقدم يعني نبدأ معهم بالتدريج ممكن أنا بالمستوى المبتدئ أقدم أسماء الإشارة بعض الضمائر أيضاً لا تقدم دفعة واحدة تقدم بالتدريج وحسب حاجة المتعلم المناهج الحديثة تركز على المتعلم المتعلم هو محور الاهتمام وليس المعلم كما كان السابقاً يعني فنحن نركز على حاجاتهم وميولهم وكدارس أجنبي أنا لا أقدم له قواعد لا يحتاجون لن يستخدمها لأنها ستسبب نفور من اللغة يعني اللغة العربية بحر من القواعد طمعاً قواعد صعبة فأنا لا أقدم للدارس قواعد لن يستخدمها ليس بحاجتها نبحث بحاجات متعلم ورغباته ونقدم له ما يحتاجه وبطرائق مبسطة وتتناسب مع مستوى عندما تقدم بطرائق صحيحة ومتناسبة مع مستوى لن يشعر بصعوبة اللغة وطبعاً التدريبات التي تترافق مع هذه القواعد يعني هي ستسهل استخدامها ستسهل عليه توظيفها في المواقف الاتصالية في الحياة عندما يتواصل سيستخدمها بشكل صحيح نعم دكتور ألاء بس خلينا نحكي شوي على معهد اللغات اللي موجودة بجامعة دمشق قديش هو معهد كتير مهم قديش هو فاتح بوابه لاستقبال جميع شرائح المجتمع كبار والصغار لحتى يتعلموا اللغات وحضرتك كعضو في الهيئة خلينا نحكي أكتر اليوم ما نحنا عم كيف الرسالة اللي عم نقديها ان كان بإعطاء لغات مختلفة أجنبية وان كان بتعلم اللغة العربية لغير الناطقين باللغة العربية اليوم مستوانا قديش هو مهم وصلنا لهذا المستوى قديش في جهود جبارة من الأساذة والدكاترة يلي عم يعطوا هاي اللغات العديدة حقيقة مع هاد اللغات بيتي الثاني الجميل المكان اللي بعتز بانتمائي لألو طبعا جهود جبارة فعلا تقدم من معهد اللغات معهد اللغات يضم قسم تعليم اللغة العربية وقسم تعليم اللغة الإنجليزية وقسم تعليم اللغة الفرنسية وإيضا هناك قسم اللغات يضم اللغات مختلفة الألمانية الروسية الصينية الإيطالية وطبعا أمهر الأساتذة يدرسون ويقدمون دورات على مدار العام في كل شهر لدينا امتحانة تحديد مستوى ودورات بشكل متتابع لا تنقطع نحن في قسم تعليم اللغة العربية أيضا نقدم دورات لتأهيل وأعداد معلمين لتدريس اللغة العربية لنا تقوم بلغات أخرى وعليها أقبال كبير وهناك أيضا دورات في التدقيق اللغوي ودورات في تطوير المهارات اللغوية لأبناء اللغة يعني ممكن في كتير من أبناء اللغة يرغبون بتطوير معارفهم اللغوية في اللغة هذه لغتنا الأم ونعتز بها وينبغي أن نكون على مستوى أكيد 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 لأنه ما عم نطلع من المدارس لنكون واقعيين بأنه نحن أخذين كل شيء باللغة العربية هي فعلا بحر هذه الدورات التي تقدم تساعد فالواحد إجبار يريد لغته يهتم فيها خصوصا يمكن حتى المتعلمين لدرسين الأدب الإنجليزي أو فرنسي أدب هناك أيضا بحاجة للغة العربية بموضوع الترهمة أكيد هناك إقبال كبير وميزة قسم تعليم اللغة العربية أنه يدرس ماجستير أكاديمي ويستطيع المتعلم أن يتابع الدكتورة وهذا الماجستير يستقبل طلبة من كافة الإختصاصات وهذه ميزة جميلة جدا يعني لدينا طلبة كلية صيدة اللي درسوا في ماجستير تعليم اللغة العربية طلبة لغة فرنسية طلبة تربية طلبة إعلام طلبة شريعة يعني تعليم اللغة لغير الناتقين بها أو لناتقين بلغات أخرى من الممكن أي مهتم بهذا المجال أن يتابع في هذا المجال أن يطور نفسه في هذا المجال طبعا بشروط المعدل الاختبارات التي تسبق فاضل كماجستير يتخص بهذا المجال ونرجع منقول أن معهد اللغات بجامعة دمشق فاتح أبوابه لحتى يعمل دورات لكل الناس يتهيئوا بكل اللغات العالم على سوية عالية جدا طبعا أنا من الأشخاص التي جربت وميسان أيضا كلنا مرينا بالمعهد ونطلب أنه دائما نمر منه لنتعلم أكتر وأكتر وخاصة اللغة العربية طبعا ليا بس بدي أقول الشغلة أنه أسعاره بالنسبة للمعاهد الخاصة هي جدا رمزية لأنه المعاهد الخاصة عم تكون أسعاره كتير غالية والكتب اللي عم تتقدم هي بذات المستوى والكتب هي يمكن نفسها وبذات المستوى والأساتذة الموجودين بمستوى جدا أنا بدي أكد على فكرة سوية الأساتذة يعني أمهر الأساتذة هم من يدرسون في معهد اللغات يعني تقدم دورات فعلا على مستوى عالي وبأسعار رمزية جدا لا تقارن بالمعاهد الخاصة نحن نحكي عم تشجب دكتورة على أكيد وحضرتك مثال للدكتورة المتفوقة اللي عم تعطي من قلبها نحن كتير بنا نتشكرك دكتورة على عيسى وبنا نتمنى لك مزيد من النجاح شكرا كتير لك لأنه دائما السيدة السورية أسبت حالة بجميع مجالات الحياة شكرا جزيلا لكم شكرا لقاء الجميع شكرا لك ومفقا يا رب نتمنى لكم كل التوفيق وأكيد المزيد من التقلق لكل الدكاترا السوريين وجامعاتنا السورية